تفسير الآن يعلمنا أسرارا من وحي القرآن وكتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثاره وتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا استعناف للقاء الماضي حول قول الله جل وعلا ولقد أريناه آياتنا كلها فكذبوا آبا والمخاطب فيها فرعون بالاتفاق وقد مضى معنا ما أظهره موسى لفرعون من الآيات وينبغي أن تعلم قبل أن نقص عليك ما في هذه الآيات من عبر وعظات ودلائل وآيات أن هذه الأمور لم تتم في برهة وأنه ليس بمجرد أن دخل موسى على فرعون تمت القضية كلها ولكنها مرت عبر سنين فموسى عليه الصلاة والسلام استوطن أرض مصر فترة طويلة قبل أن يخرج منها وما ذكره الله جل وعلا من خبر قارون وخسفنا به وبدائله الأرض إنما هذا كان قبل خروج موسى من أرض فرعون كان قبل خروج موسى من أرض فرعون أهلك قارون وجرت له صراعات منها أن الله جل وعلا أمره أن يتخذوا بيوتهم قبلة وأن الله جل وعلا أمره بأمور كثر ومرت الآيات كالطوفان والجراد والقمل والضفادع هذا كله حصل على مراحل زمنية طويلة وأن الله جل وعلا أرحم من أن يعذب من غير أن يعطي مساحة لمن أراد الله جل زمنية لمن أراد أن يعذبهم وإنما لا يهلك على الله إلا هارك والشقي من لم تدركه رحمة الله رب تبارك وتعالى وفرعون إنما أهلكه شقاؤه وعناده ومكابرته سنين طويلة هنا يقول الله جل وعلا ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وعبا نحويا آياتنا جاءت بالكسر لأنها جمع مؤنث سالم وإذا نصب ينصب بالكسر نيابة عن الفتح أكد بتوكيد معنوي هو كلمة كل ولهذا كلمة كل جاءت منصوبة لأنها أكدت المحل لللف أكدت المحل لللف ولقد أريناه آياتنا كلها والمقصود بالكلمة كل هنا كل الآيات التي كتب الله أن يعطيها موسى حجة على فرعون وكلمة كل لا تفيد عددا لكن العدد جاء مبينا في صورة أخرى قال الله في تسع آيات إلى فرعون وملئه وهذه التسع مرت معنا كثيرا ولا بأس من ذكرها اليد والعصى من قبل هذه إثنتان وقال الله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات هذه إثنتان مع الأولين أصبحت أربعة وقال جل وعلا فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقمل والضفادع والدم هذه خمس آيات المفصلات مع الأربع الأول أضحى التسع هي المقصودة بقول الله جل وعلا ولقد أريناه آياتنا كلها ومع تلك الآيات المتتابعة المفصلة قال الله فكذب وأبى وقد قلنا في الدرس الماضي إن قول الله جل وعلا إنه قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قلنا إن أعظم فائدة أنه لا يخلد في النار إلا من كذب وتولى فقول الله هنا فكذب وأبى هي عين قول الله كذب وتولى وهي عين قول الله لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى فالتولي والإباء والإعراض بمعنى واحد بمعنى واحد وهذه كل من يريد أن يتخذ منهجا في معرفة عقائد الناس يجب عليه أن يستصحب هذا الأصل قبل أن يجازف في تكفير الناس نقول الله يقول ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا هذا فرعون يقول لموسى أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فجعل تلك الآيات أسماها سحرا وخص منها بالذات اليد والعصى والعصى على وجه الخصوص لأنها انقلبت على هيئة حية وثعبان أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى وهذا القول أراد به فرعون إثارة العامة والغوغاء أن المقصود الأسمى من رسالة موسى وهارون في زعمه ليس توحيد الله وإنما إخراج أهل مصر من مصر وقد كانت القوى السياسية العامة في أرض مصر يجعلها فرعون مقسمة ثلاثة أقسام جعلها فرعون مقسمة ثلاثة أقسام القوى الإدارية السياسية جعلها فرعون بيد هامان يا هامان بنني صرحة وكان وزيرا لفرعون والقوى المالية الاقتصادية كانت بيد قارون والقوى الإعلامية كانت بيد السحرة كانت بيد من؟ بيد السحرة فقال فرعون هنا أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله حتى يؤكد أن ما جاء به موسى سحر والسحر له حقيقة بلا شك وإن كان يخفى على أكثر الخلق لكن له حقيقة كما هو مذهب أهل السنة والله جل وعلا ذكره في مواطن متعقدة في كتابه ونص على أن تعلمه كفر قال الله جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر وليس هذا مقام البسط فيه لأننا نبقى أو فيار الآيات لا نخرج عنها بأكثر مما هو لازم فنقول فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت هل هو موعد زماني أو موعد مكاني ظاهر كلام فرعون أنه موعد كلامي لكن جواب فرعون جواب موسى جعله زمانيا موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى وكأنه يضمن أن ينتصر قال بعض العلماء في تفسير مكان سوى أي مكان وسط ليس ببعيد عننا ولا ببعيد عنك وأظنه بعيد وإنما المعنى مكان سوى أي مكان ظاهر لا خفية فيه فحورها موسى زمانيا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فأثبت موسى من قبل أن يبدأ العراك معهم ثقته بنصر الله فقالوا أن يحشر الناس ضحى وأعظوا ما يمكن أن يستنبط في هذا المقام أن دعوة الأنبياء دعوة واضحة لا تحاك في الخفايا فليست الدعوة أحزابا سياسية ولا جماعات غير مرضية ولا غير ذلك وليس في دين الله رؤوس وغير ذلك وأمور بروتوكولات خفية وبرتوكولات يعلمها العامة وغير ذلك إنما دين الله جلي واضح تعبد الله به الجميع ولهذا لم يكن عند موسى عليه السلام شيء يخفيه في الدعوة إلى ربه قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى ويوم الزينة هو اليوم الذي يجد الناس فيه في ذلك الوقت في ذلك الزمان أهل ذلك العصر كان يوم عيد لهم لا عمل شاق لهم فيه فهم في خلوة من أعمالهم أو في فسحة من أعمالهم بتعبير أوضح فلما يكون الناس في فسحة من أعمالهم يكونون أقدر على أن يصلوا إلى المطلوب ويأتوا إلى هذا الأمر الذي سيشهدون فيه الصراح وبعض أهل العلم يقولون إن الأعياد المنصوصة عليها شرعا كذكر يوم الزينة كان لفرعون وآله والعيد الذي ذكره الله جل وعلا عن قوم إبراهيم لما رفض إبراهيم أن يذهب معهم والعيد الفطر والأضحى التي جاءت في السنة التي جاءت بدلا من يوم بعاث الذي كان عيد الأنصار أوسا وخزرجا في الجاهلية والمقصود قال معيدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى وكلما كثر حشر الناس والإتيان في رابعة النهار ضحى والكل سيشاهد ويرى كان ذلك أدمغ لحجة فرعون وأظهر وأبين لحجة موسى وأنكى لأعداء الله وخصومه قال معيدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى قال الله فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى ولا ريب أن ما بين هذا اليوم الذي تواعد فيه وما بين اليوم الموعد نفسه هناك فترة زمنية وهذه الفترة الزمنية تسمح للناس بأن يخوضوا وللخبر أن ينتشر ويصبح لا هم للناس وليس هناك خبر يسري مثل هذا الخبر مثل هذا الخبر فيصبح الجميع مهيأ لأن يصل ويريد أن يعرف أين الحق لكن الناس حتى في معرفتهم للحق يدفاوتون قال الله جل وعلا جل وعلا قال منعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده كيف جمع كيده بينه الله في آية أخرى فأرسل فرعون في المدائن حاشرين وبعث بعد ذلك يأتي بالسحرة من كل مكان هذه الفترة الزمنية على فيها قدر السحرة لأنهم غلب على ظنهم أن أمر فرعون أصبح أصبح بيدهم فالآن القوة السياسية التي كانت بيد هامان تنحت قليلا والقوة المالية التي كانت بيد قارون تنحت قليلا وجاء دور من؟ دور قوة الإعلام الذي كان متمثلا في السحرة فأراد السحرة لأنفسهم منازل فأرادوا أن يشترطوا على فرعون شروط تجعلهم أرفع منزله بعد الغلبة قال الله في آية أخرى أئن لنا لأجرى إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين فأعطاهم فرعون وعودة فأغراهم بالمال وعلو المنازل فجاء السحرة وهم مدفعون دفعا دنيويا عظيما وجاء الناس لكن الناس كان الذي دفعهم إلى أن يروا انتصار السحرة قال الله جل وعلا عن الناس لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ولم يأتوا ليعرفوا أين موطن الحق وأين مكمنه وإنما جاءوا لينظروا كيف تغلب السحرة موسى عليه السلام وأخاه قال الله جل وعلا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى ومع ذلك أنبياء الله يبقون رفيقين بالخلق قال الله جل وعلا قال لهم موسى وي لكم لا تفتروا على الله كذبا أي بصنيعكم وبردكم للرسالة فيسحتكم بعذاب فخوفا من نزول العذاب عليهم حذرهم لأنه لا مصلحة للنبي في هلاك قومه لا مصلحة للنبي في هلاك قومه والأنبياء أرحموا الخلق بالخلق وأنصحوا العباد للعباد لكن إذا أبى واستكبر ذلك المدعو وأعرض عن الله وجعل كلام الله ورأه ظهريا وحقت عليه كلمة العذاب فإن كلمة العذاب لا تحق إلا على هارك فإذا هلك من هلك بعذاب الله لا ينبغي لمؤمن أن يأسف عليه ولا أن يحزن لأنك لست أرحم بالخلق من ربهم قال الله عن أنبيائه أنهم يقولون عن أممهم بعد الهلاك فكيف آسى على قوم كافرين فلا يصيبهم أسى على قوم بعد هلاك ولكن الرحمة تبقى ما زال هناك أمل في أن يهتدوا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى ولا افترى أعظم من الافترى على الله جل وعلا وأعظمه قول فرعون ما علمت لكم من إله غيري وتصديق هؤلاء الناس لفرعون واتخاذهم إياه إلها من دون الله وقد خاب من افترى قال الله فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوة أي عقدوا مجلسا خاصا به يتشاورون في أمر موسى وأخيه في هذه الداهمة التي ضغت عليهم قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى لا يؤثر في الناس شيء أكثر من خوفهم على مراكزهم أن تتبدل وهذا معنى ويذهب بطريقتكم المثلى وانتهز فرعون هذه المسألة فأخبرهم أن ما جاء موسى وهارون إلا ليغيروا الوضع الاجتماعي القائم وهذا حصل حتى في عهد النبوة فإن أبا جهل وأبا سفيان كانوا يقولون للناس إن محمد يريد من الفئة المستعبدة كبلال وعمار أن تسود وأن ترقى وأن يتغير الوضع الاجتماعي حتى يصد الناس عن دين الله ولا أحد منتفع من وضع يريد لذلك الوضع أن يتغير إلا أن يكون رجلاً ربانياً لله وإلا الأصل كل صاحب وضع اجتماعي لا يريد ذلك الوضع الاجتماعي أن يتغير وكل مضطهد في وضع اجتماعي يتمنى من ذلك الوضع أن يتغير حتى يعلو مكانه ولذلك الخارجون على أي دولة الخارجون من حيث الأنظمة السياسية المحضة في أي عصر ومكان إنما يأتون للمغلوبين على أمرهم حتى يغيروا مكانتهم والدولة الأموية كمثال يعني الدولة الأموية في عصرها اضطهد آل البيت واضطهد المواري اضطهد من؟ آل البيت واضطهد المواري المواري الذين دخلوا في دين الله من غير العرب فلما قامت دولة بني العباس قامت على ماذا؟ قامت على هذا الخطأ الذي وقع فيه بني أمية فأكثر نصراء العباسيين كانوا من من؟ كانوا من المواري فقامت دولة بني العباس على أكتاف المواري وساحب الفضل الكبير في قيام دولة بني العباس أبو مسلم الخرساني ولم يكن عربيا وإنما كان ممن استضعفهم بني أمية واستعبدوهم ولم يكن لغير العرب سلطان ولا شوكة في عهد دولتهم حتى مسلم ابن عبد الملك هذا أحد أبناء عبد الملك كان قرة عين أبناء عبد الملك لكنه لم يعطى خلافه لماذا؟ لأن أمه لم تكن عربية فكان المواري مضطهدين في عهد بني أمية كان ذلك سبباً يريدون للمجتمع أن يتغير فتغير وجاء بني العباس فلما جاء بني العباس الآن بيدهم من آل البيت والموالي ولابد أن يختاروا أحدهما ففرطوا في العلويين وأبقوا بني العباس وبقي العلويون مضطهدون مضطهدين حتى في دولة بني العباس وبقينا في الطرف الآخر من الموالي والموالي كثر فالأعراق التي جاء منها الموالي لا تتعدد ولابد من اختيار فئة واحدة فاختار العباسيون في أول دولتهم الفرس فقدم الفرس ورفع شأنهم حتى وصل البرامك إلى ما وصلوا إليه ثم لما جاء المعتصم كانت أمه تركية قلب الموازين أبقى على الموالي لكن أي موالي الأتراك لأنهم أخواله وأضاع الفرس فساد الأتراك ثم كلما جاء خليفة قرب مواليه ولئن أخطأ الأمويون في إبعادهم للموالي واضطهادهم فإن خطأ بني العباس أكبر في أنه مصطفى والموالي حتى أصبح هؤلاء يغيرون من شاء ويضعون من شاء من الخلفاء والمقصود عموما خرجنا كثيرا لكن القرآن يقرأ ليفهم أوضاع الناس من خلاله فكان فرعون يتخذ هذه المسألة أمام الناس قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلاء قبل أن أكمل أقف نحويا عند هذه الآية التي أشكلت على العلماء وضربوا فيها مضارب شتى ولن أقول فيها شيئا جديدا لكن الاتفاق على أن إن تنصب وأن اسم الإشارة الأصل وأنه مبني وأنه إذا ثني يأتي منصوبا بالياء يخرج من كونه مبني إلى كونه معرب فأشكل على العلماء أن هذان جاءت بالألف فبعض العلماء قال إن إن هنا مخففة لا تعمل وما دامت لا تعمل فأصبحت هذان مبتدأ ولساحران خبر وينتهي الموضوع قال آخرون لا إن إن هنا وهذا قول لبعض الكفيين إنها نافية واللام في لساحران ليست اللام المزحلقة وإنما أدات استثناء والمعنى عندهم ما هذان إلا ساحران واضح وقال آخرون غير ذلك وتكلم فيها شهر صلى الله عليه رحمة الله تعالى عليه رغم أن الأصل أنه غير نحوي لكن له فيها كلام نحوي جيد وما للمبرد رحمه الله تعالى إلى أن إن هنا إن هذان إلى ساحران بمعنى نعم إن بمعنى نعم وهذا الحق أن اللغة تؤيده وبتعبير أصح الاستعمال العربي يؤيده قال عبد الله بن قيس الرقيات هذا الرقيات ليس نسبه لكنه تغزل بأكثر من امرأة اسمها أجيب رقية تغزل بأكثر من امرأة اسمها رقية فأعرف بعبد الله بن قيس الرقيات يعني نساء كثيرات اسمهن رقية كل واحدة منها اسمهن رقية المهم هذا الرجل ممن يستشهد بشعره من حيث اللغة قال في بيت شعر له بكر العواذل في الصبوح يلمنني وألومهن ويقولن شيب قد علاك فقلت إنه إنهن بمعنى نعم بمعنى ماذا بمعنى نعم فقال المبرد وهو الأصل أنه ليس المبرد لبعض تلاميذه لكن لما أجازه المبرد نسب إليه ولا يعنين من هو القائل المهم أنهم قالوا إنهن بمعنى نعم فيصبح لا خلافة في الآية نحويا نعم هذان لساحران لكن رد علي إنهن نعم حرف جواب وليس هناك سائل هنا من رد على هذا القول قالوا إن نعم حرف جواب وليس هناك سؤال ورد الآخرون بأكثر من ذلك لكن أردت أن أدخلك في التصور النحوي العام في قضية أعراب هذه اللفظة إنهذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثل فأجمعوا كيدكم حتى يكون ذلك أقوى على قهر عدوكم وأتوا صف وقد أفلح ليوم من استعل وبالطبع ثمة مطامع بين أعينهم مطامع تنقسم إلى قسمين اللي يبقى على الوضع الاجتماعي القائم وأمل الزيادة فيه اللي يبقى على الوضع الاجتماعي القادم الباقي أو الحاضر والطمع في الزيادة فيه لأن فرعون قال وإنكم لمن وإنكم إذن لمن المقربين فأعطاهم عودا وإن كنا نجزم أنه لو تحقق لهم ما أرادوا ولم يتحقق ولن يتحقق لكن فرعون لن يقبل لكن على العموم هذا وعد لهم قال الله جل وعلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح ليوم من استعل قالوا يا موسى من القائل؟ السحرة اجتمع الناس الآن جاء يوم الزينة وحضر الناس من كل مكان لا بغية للناس إلا أن يروا الانتصار وفرعون على الأظهر في مكانه مبجلة وموسى وأخوه معهما رب العالمين وقد قال لهم جل وعلا من قبل إنني معكما أسمع وأرى وموسى هو موسى الذي ربي من قبل أين ربي؟ ربي في جبل الطور بماذا ربي؟ وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي الآن هو نفسه واقف وفي يمينه ماذا؟ وفي يمينه العصى التي أخبره الله جل وعلا أنه آية أنها آية والله جل وعلا أخبره ولا رد لحكمه ولا معقب على مشيئته فوقف موسى كما وقف قبله بين يدي ربه والعصى في يمينه وأقبل هؤلاء قد أجمعوا أمرهم صفا وقد أفلح اليوم من استعلم هنا منيخ المطايا لا أحد أكرم من الله تعلم مما يأتي كيف تتعامل مع الله الله جل وعلا أرحم الراحمين ومعنى أرحم الراحمين هنا لا يمكن أن يضيع عند الله من المعروف ولو مثقال ذرة وإذا أراد الله جل وعلا شيئا هيّى أسبابه وهذا والله ليس من فرائد العلم باعتبار أنه غريب ستجده لكنه من فرائد العلم إذا طبقته الحسنة التي دخلت هنا أن هؤلاء السحرة رغم المغريات التي بين أيديهم استحيوا من موسى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من من ألقى هذه العبارة في الترطف مع موسى وعدم جبره على الإلقاء أولا أو عدم جبره على الإلقاء آخرا جعلها الله جل وعلا سببا في هداية القوم بهذه النية الطيبة التي خرجت على شكل ألفاظ قد لا يشعر بها أحد لكن أرادها الله تمهيدا لعطاء رباني لهم بعد ذلك كما سيأتي قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى وفي آية أخرى وإما أن نكون نحن الملقين قال بل ألقوا لماذا بل ألقوا أنت تذهب إلى المسجر لن تستطيع أن تحكم على أحسن وأجود ما تريد شراءه إلا إذا مررت على السوق كله فإذا مررت على السوق كله واخترت العينة التي تريدها وجاء أخوك يلومك تقول ثق إن هذا أفضل ما هو معروض وإذا أراد الله بعبد خيرا أخر ظهوره بين أقرانه حتى ييأس الناس من كل أحد ويخرج أقرانه كلهم ما لديهم فإذا أراد الله بعبد من دونهم فضلا زائدا عليهم نثر كل منهم ما في كننته وأظهر ما عنده ولم يبق شيئا لم يقدمه ثم أخرج الله جل وعلا وليه الذي يريد أن يقدمه على غيره فهذا حصل عينا في قضية موسى قال لهم موسى بل ألقوا فما من حبل ولا عصى إلا وألقوها وليس الأمر بالهيئ قال الله فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه إلى من؟ إلى موسى أنها تسعى وقول الله جل وعلا يخيل يدل صراحة على أنها لم تكن تسعى وهذا سحر تخيل وهو أحد أنواع السحر المذكورة في القرآن وقد ذكر الله في القرآن سحر التخيل وصورته أنك ترى الشيء على غير حقيقته بما يريده الساحر أن ترى وإلا الأصل أن حقيقته غير موجودة يعني حقيقة الأمر الذي ترى أنت غير موجودة فيحبال وعصي لكن موسى يخيل إليه أنها تسعى وبالقطع يا بني ما دامت تخيل إلى موسى واخيه فكيف بالعامة والدهماء الذين يحيطون في حلبة الصراع سيرون أمورا عجيبة وقد ذهب بعض المشايخ من الجامعة الإسلامية إلى أحد البلدان الأفريقية فوجدوا رجلا معه جمل والناس يلتفون حوله ثم إنهم الرجل هذا يدخل أكرمكم الله من دبر الجمل ويخرج من فمه والناس ينظرون مفتونون فأحد هؤلاء المشايخ مع زملائه رجع قليلا بعد عن نفس الموقف ثم قرأ آية الكرسي وهو يتممها وقف لينظر فوجد الرجل يدخل بسرعة من تحت أرجل الجمل هو قبل قليل رأىه كان يدخل من الدبر ويخرج من الفم فقال لمن معه من زملائه الذاهبين في الدعوة ما الخبر فذهبوا وقرأوا آية الكرسي ورجعوا فرأوا هذا المسكين يمشي بين يدي الجمل وقدمه ورجلين ولا يدخلوا فيه أصلا أصلا حقرا مستحيل يكون دخل في الجمل مستحيل لكنه سحر أعين الناس هذا سحر التخيل حجب عن هؤلاء الفوضلاء بالآية العظيمة آية آية الكرسي وقد ورد في فضلها ما لا يخفى عليكم ولا على من يسمع حديث هذا والمقصود هذا سحر التخيل السحر الآخر قال الله عنه في البقرة وما فيتعلمون منهما أي من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه فذكر الله جل وعلا سحر التفريق بين المرء والزوج وأن هذا يقع لكن الله قال أنه مقيد بإذن الله تبارك وتعالى ولا يمكن أن يقع شيء لا قدريا ولا شرعيا إلا بإذن الرب تبارك وتعالى وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله وكل السحر ضرر والله يقول فيتعلمون ما يضرهم ولا ولا ينفعهم غاية الأمر أنني أجمع شتات الآيات شتات معاني الآيات الآيات لا يقال لها شتات في أن السحر في القرآن جاء على صورتين سحر تخيل وسحر تفريق تفريق ولا أذكر هناك نوعا ثالثا موجودا هنا وقد ذكر بعض الفضلاء أنواع أخر لكن لا أعلم لها دليلا من الكتاب الذي يعنينا الله جل وعلا يقول فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه أي إلى من؟ إلى موسى أنها تسعى تتحرك قال الله فأوجس في نفسه خيفة موسى دخل الخوف إليه رغم أنه يعلم أنه سحر وهذا باعتبار بشريته لكن هذا يا أخي ليس مستقرا في قلبه وإنما أمر عارض وعليه تحمل كثير من الآيات المشابهة ليس مستقرا في قلبه عليه السلام وإنما باعتبار الجبلة هو أمر عارض فجاء هذا الأمر والخوف الحاصل في هذا المجمع لا يمكن أن ينزع ويثبت إلا بوحي عظيم من رب كريم فأوحى الله جل وعلا إليه قلنا يا موسى لا تخف إنك أنت الأعلى أعلى منهم لأن ما قدموه تلفيق وتمويه وما ستقدمه تأييد من العلي الكبير وشتان ما بين ما بين الأمرين شتان ما بين الأمرين هذا تلفيق تمويه يخدعون به الناس أما أنت ما ستفعله أمر إلهي معجزة إلهية من لدن ربك إنك أنت الأعلى وألقي ماذا ألقي ما في يمينك قال العلماء ذكر الله اليمين هنا من باب البركة وألقي ما في يمينك ذكر الله اليمين من باب البركة واليمين معلوم فضلها بالشرع ومن دلائر فضلها أن من طرائق القرآن أن الله إذا أفرد وجعل مقابل الإفراد جمع دل ذلك على فضيلة المفرد قال الله عن اليمين والشمائل سجدا لله الظلمات والنور فأفرد النور وجمع الظلمات وأفرد اليمين وجمع الشمائل ليبين فضل النور وفضل اليمين مقابل الظلمات ومقابل الشمائل قال الله ألقي ما في يمينك هذا تذكير بالشيء القديم يوم كان بين أيدي الله ألقى الكريم ما أمره به البر الرحيم فألقى أصحر قال الله وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرُ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى وقول الله جل وعلا حيث أتَى نفي قاطع كلي لا استثناء فيه أن الساحر لا يمكن أن يفلح أبدا وأكبر الدلالة على أن السحرة لا يفلحون أنهم أفقر الخلق أكبر الدلالة على أن السحرة لا يفلحون أنهم أفقر الخلق لا يستطيعون أن يحموا أنفسهم من دورية ورجال هيئة وهم بشر مثلهم لا يملكون من الأعوان أحدا مثله مما يدل على ضعفهم وعجزهم وحتى لو تماؤروا مرة أو مرتين أو ثلاث لا يلبث أن يقعوا ولا يفلح الساحر حيث أتَى ما الذي حصل؟ قال الله في آية أخرى فإذا هي تلقف ما يأفكون الكذب الذي جاء به انقلبت هذه العصى إلى حية حقيقية وليست شيئا في أعين الناس مخيلا انقلبت إلى حية حقيقية هذه الحية الحقيقية لديها القدرة أن تأكل الحبال والعصي وهي ترها على أنها حبال وعصي لا ترها على أنها حيايا فأخذت تأكلهم ولا يعرفوا الشيء مثل صانعه وهؤلاء السحرة ينظرون وينظرون لها على أنها حية ويرون حبالهم وعصيهم على أنها حبال وعصي هم لا يسحرون أنفسهم لكن تبين لهم قطعا أنها ما جاء به موسى ليس بسحر وأنهم أيد بربه الآن ما الذي نفعهم بعد الله تلك الكلمة الطيبة يوم أن قدموا أنهم أنصفوا موسى بقولهم إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى وفرعون يسمع لكن لشيء أراده الله حتى يتم الله عليهم النعمة وإذا أراد الله جل وعلا شيئا هيّا هيّا أسبابه انظر إلى هاجر أين كانت هاجر خادمة عند ملك كافر وساره من أجمل نساء العالمين أقرب الناس شبها بأمنا حواء فجاء الفاجر ليفعل بها ونحي إبراهيم فجلس إبراهيم يدعو وجلست سارة تدعو في حديث صحيح تقول اللهم إن كنت قد آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فاحفظني فحافظها الله فلما حافظها الله شل ذلك الفاجر أعيق فقال لها أدعو لي ولا أذرك فدعت له فلما عاد واطمأن عاد مرة أخرى فرجأت إلى دعائها فرده الله عنها فدعت مرة أخرى فقال لمن أتى بها إنك لم تدخلني على امرأة إنما أدخلتني على شيطان ثم فتن بجمالها وجاء في نفسي أن هذا الجمال محال أن يخدم نفسه بنفسه قال عطوها هاجر من هاجر جاري عنده كافر ظالم فعطيت هدية لمن لسارة فخرجت هدية جارية لسارة تخدمها ثم يقع في سارة يؤخر حملها مولا تحمل حملت جبت إسحاق لكن يؤخر حملها حتى يصبح في قلب سارة حزن على زوجها إبراهيم أن ليس له ولد فتطلب منه أن يدخل على جاريتها هاجر بعد أن وهبته إياها فيدخل إبراهيم على هاجر فيولد من هذه الجارية التي هي بالأمس خادمة عند ملك كافر يخرج من هذا الرحم أب لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وهو إسماعيل جد العرب وجد نبينا صلى الله عليه وسلم فانظر إذا أراد الله بعبد فضل كيف تجري الأقدر لو كان قدر الله أن سارة حملت بإسحاق لما طلبت سارة من إبراهيم أن يدخل على هاجر لكن أخر دخول إبراهيم على سارة من إبراهيم حتى يدخل إبراهيم على هاجر فيكون من هاجر إسماعيل ويكون من إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم والمقصود هؤلاء رزقوا خطابا حسنا وحتى رزق الخطاب هذا ممن؟ هذا فضل من الله لكن حتى تعلم أن الأمور لها أسباب تجري على نسق والله يقول في هذا حقا وفي أمثاله وما يعقلها إلا العالمون وهذه نفائس العلم التي تبنى عليها أحداث الزمن ومرور الأيام وكفية اشتتاث العبر والدراية بأحوال الخلق وأن هناك رب لا رب غيره ولا إله سواه يحكم في خلقه ما يشاء ويفعل ما يريد نقول بعد هذا كله ماذا حصل؟ قال الله فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى طبعا السحرة ما كانوا واحدة أو اثنين كانوا كثيرين منهم من قال آمنا برب العالمين ومنهم من قال آمنا برب موسى وهارون ومنهم من قال آمنا برب هارون وموسى لم يعتقدوا أبدا أنهم سيؤمنوا حتى نقول اتفقوا على كلمة واحدة فاختلف التعبير وبكل تعبير ورد القرآن وبكل تعبير ورد القرآن ذكر الله جل وعلا المواطن كلها أو الطرائق التي عبر عنها السحرة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما نقل عنه كانوا أول النهار كفرة سحرة وأصبحوا آخر النهار شهداء بررة ولهذا لا يأس أحد من هداية أحد ولا يدري أحد أين الخواتي يخرجون من دورهم من بيوتهم يمنون أنفسهم بالعطايا الدنيوية ويريدون أن يحاربوا الله ورسوله ثم لا يلبثوا أن يؤمنوا ويخروا ساجدين هذا السجود كما سيأتي في اللقاء القادم أورثهم عزة ومنعه لماذا؟ مر معنا أن الإنسان لا يمكن أن يكون في وضع هو ذليل فيه أعظم من ذلة السجود وكلما ذللت نفسك بين يدي الله كنت منه قريبا فلما ذلوا أنفسهم وسجدوا أورثهم الله بذلك السجود الذي سجدوه له عزة وإباء ومنعه فلما هددهم فرعون لم يكن يبالون بتهديده فاقضي ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أربعون عاما وفرعون رصخ فيهم أنه رب وأنه إله وأنه يقتل ويبطش كله محي بسجده ربما لم تتجاوز دقائق معدودات لأن الموروث الذي أخذوه من فرعون هباء منثور وإن كان له حقيقة أما ما أخذوه من عطاء إيماني ونور قلبي من الله هذا يثبت يقول الله جل وعلا يهدي الله لنوره من يشاء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقال أما وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أي جدير الحقيق أن يستجاب لكم وهذا نختب به هذا اللقاء لأنما بعده متواصل الأحداث يحسن أن نقف عند حكاية الله جل وعلا عن إيمان السحرة قالوا آمنا برب هارون وموسى هذا اليوم كان يوم زينة فأبدلهم الله جل وعلا بأن نجههم في يوم في يوم عاشراء الذي صامه موسى بن إسرائيل من بعده ثم صامه نبينا صلى الله عليه وسلم أيها الأخو المبارك جملة ما قلناه أيها الإبن الصالح جملة ما قلناه أن الله جل وعلا أخبر في هذه الآيات التي بين أيدينا أنه أظهر الآيات وأقام الحجج والبراهين على فرعون لكن فرعون استكبر آية بعد آية وهو يردها ثم وقع منه حفاظا على الوضع الاجتماعي القائم عنده أن يخوف الناس وتواعد مع موسى على يوم هو الذي عرضه فأجابه موسى ثم كان ما كان من العرض الأمرين وقلنا إن من الخير لك أن لا تبدأ أحد بنقاش حتى لا تشعر بالغلبة وإنما أطلب من غيرك أن يعرض ما عنده حتى لا يكون ما عندك القصد به العلو على الناس فنصر الله جل وعلا كريمه وأخاه فأثر في ذلك في من يعرف الحق وهم السحرة ولا يعلم أن أحدا من القبطيين الذين شهدوا ذلك النزاع آمن لأنهم خرجوا من عند بيوتهم وليس في نيتهم الإيمان ولم يقع في قلبهم البحث عن الحق قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فكانت منة الله على السحرة دون غيرهم من الناس وقد قدمنا أن ابن عباس قال كانوا في أول النهار كفرة سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة وقلنا إن في هذا بيان لفضل الله ورحمته بالخلق وأنه لا يدرأ أين الخواتيم ختم الله لنا ولكم بخير هذه جملة ما تحدث عنه الآيات في سورة طه نسأل الله لنا ولكم التوفيق والمزيد من العون والرعاية وسنكمل إن شاء الله في لقاء قادم خبر هذا النبي الكريم مع فرعون نسأل الله التوفيق وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا هذا ما تهيئ إراده ويسر الله جل وعلا على قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين كرة أخرى تفسير الآي يعلمنا أسرارا من وحي القرآن وكتاب الله لنا نور أنزله رحمن منانا فتدبر آيات تتلا تتسامى روحك بالإيمان فتدبر آيات تتلا تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان